وصلت وزارة الداخلية جودها المجتمعية وأطلقت المرحلة الثانية من مبادرة كلنا واحد بمشاركة عدد من السلاسل التجارية بأدف خفض أسعار السلع الغذائية توسع جديد للمبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية كلنا واحد لمحاربة الغلاء بانضمام سلاسل تجارية جديدة إليها لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين في المناطق المختلفة من التخفيضات في أسعار السلع الأساسية والتي تصل إلى 20 و30% وهو ما يقل عن مثلاتها خارج المبادرة وللاطمئنان على التطبيق الفعلي لها كانت الجولة التي قام بها مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة على السلاسل التجارية المنضم حديثا للمبادرة في بداية المبادرة اشترك معنا ثلاثة من السلاسل التجارية الكبيرة بإجمال محلات تقريبا يقارب حوالي 200 محل السلاسل الفروع لها المبادرة لقى نجاح كبير جدا ولقى استجابة من المواطنين لأن نحس بالفرق بالأسعار الموجودة في السلاسل وبين الأسعار الموجودة برا مرحلة تالي المبادرة اشترك معنا حوالي أربع سلاسل تجارية يمتلك حوالي 450 فرق على مستوى الجمهورية نجاح تطمن أن المبادرة حسب ما تم الاتفاق عليه مع السلاسل التجارية العرض معمول بشكل كويس الأسعار هي الأسعار الاتفاق عليها الإعلام بالطريقة جيدة عن العروض الموجودة بالإضافة لكده كمان دورنا الأساسي هو الرقابة على سلامة وجودة الأغزية المعروضة في العروض دي السلاسل التجارية المشاركة في مبادرة كلنا واحد لمحاربة الغلاء حرصت على الترويج لها من خلال لافتات موازعة داخلها لجذب المواطنين للسلع المخفضة ليستفيدوا من فارق الأسعار هنا فرقنا في القاهرة وفي الجيزة وفي الأليوبية في شوفراء الخيمة في الزتون في أحمد عزمت في جمال عبد الناصر في فيصل دي الفرق بدأتنا عندنا 11 فرع بنقدم المبادرة للشعب المصري بتخفيض 30% وإن شاء الله صعبتنا تكون لإعجابكم والمنتجات تكون لإعجابكم بإذن الله بتعاون مع أكبر الشركات موجودة في مصر بإذن الله ببادرة كلنا واحد خطوة جدية وعملية جدا من وزارة الداخلية احنا بنشكرهم عليها لأنها فعلا ابتدت تؤتي ثمار ان احنا بنشوف عملة جاية على المبادرة بالإضافة ان احنا في أغلب الأوقات بنو بعملين هنا عروض تانية بس طبعا فتراتها ما بتبقاش طويلة زي فترة المبادرة احنا عندنا استعداد ان احنا نشارك في المبادرة إلى أبعد الحدود وكل حاجة هيؤمرون بها هنعملها وهنعملها عن محبة وسعادة لأن احنا يهمنا في الآخر ان المستهلك بتاعنا يبقى في أحسن حال من المتوقع خلال الفترة القادمة أن تنضم سلاسل تجارية جديدة للمبادرة إضافة إلى مصانع تقوم بالتوريد الإسهامي في رفع العبء عن كاهل المواطن ترجمة نانسي قنقر